بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم مرة ثانية في نوعين من المشاكل يا شباب ممكن يقبلوك وانت بتذاكر الإنجليز الأول هو انك تكون بتفهم القاعدة بس مش بتعرف تحل عليها يعني استفدت بإيه مسلا لما فهمت شرح القاعدة بس ما عرفتش حل وهنا الحل بالنسبة لك بيكون انك تتأسس كويس المشكلة كلها هنا بتكون في حتة التأسيس انت بتفهم القاعدة بعد الدرس ده لكن بقى القواعد اللي بنستخدمها عشان نكون الجملة انت مش فهمت المشكلة التانية هي انك تحفظ الكلمات اكتر من مرة ومع ذلك برضو تنساها وده اللي احنا علشانه بدأنا نشرح الكلمات بالطريقة دي النهاردة انا جايب لك حل للموضوع ده بس الاول عايزين نفهم احنا ليه بننسى الكلمات بسرعة ببساطة انت بتحفظ كل الكلمات لوحدها بشكل منفصل من غير ما تربط باقي الكلمات اللي بتحفظها معاها في نفس اليوم مش بتستخدم الكلمات دي في صورة جمل فبتلاقي لكل حاجة تدخل في بعض فانت بتحفظ كلمة من يمين على كلمة من الشمال كلمة من تحت على كلمة من فوق بالنسبة لك هما ملهمش اي علاقة ببعض فبالنسبة لك لازم تبزل مجهود في كل واحدة فبتيجي بعد شوية تلاقي ان كل الحاجات دي اتنست ودخلت في بعض حل المشكلة دي هي اني هشرح لك كلمات الواحدة الاولى بطريقة مختلفة عن العادي مش هفتح الكتاب بقرأ الكلمات وخلاص على كده انا هجمع اهم الكلمات اللي موجودة في اليونت هكون بيها قصة من وحي خيالي قصة ما حصلتش وانا بحكي لك القصة دي هنستخدم الكلمات بتاعت اليونت الطريقة دي بنستخدمها من فترة وساعدت ناس كتير جدا انها تفضل فاكرة الكلمات لفترة طويلة لانهم كانوا بيفضلوا فاكرين القصة اللي هنحكيها مبعض دلوقتي لما ادي لك قصة هتفتكرها اسرع بكتير من لما ادي لك كل كلمة لوحدها لو متحمس تعرف ايه هي القصة وازاي هنشرح فيها الكلمات اعمل لايك للفيديو وتعالى نبدأ الفيديو بتاعنا هيكون متقسم لجزئين الجزء الاول هنتكلم فيه عن الدرس الاول والتاني بعد كده الترية والرابعة بحيث لو انت لسه ما اخدتش اليونت بالكامل تقدر تقسم الفيديو ده على جزئين زي ما الكتاب مقسم لك الكلمات تعالى نبدأ بكلمات الدرس الاول والتاني احنا قلنا الكلمات هتكون في صورة قصة وكل قصة بيكون لها بطل البطل بتاعها فالبطل بتاعنا اسمه احمد احمد كان اثليت احمد بتاعنا ده كان اثليت اثليت معناها لاعب رياضي والصفة منها كلمة سلمها اثليتك اثليتك معناها الرياضي تخص الرياضة اثليت لاعب اللاعب نفسه اثليتك صفة بمعنى رياضي بما ان احمد كان اثليت فهو كان مشترك في competition احمد كان اثليت كان لاعب رياضي فكان مشترك في competition competition معناها مسابقة او منافسة كان مشترك في competition مسابقة او منافسة وفيه كلمة بتسويها او مراضفة لها شوية وهي championship معناها بطولة احمد كان اثليب كان لاعب رياضي فكان مشترك في competition مسابقة او championship او بطولة في مرة وهو بيترين في مرة وهو بيترين وهو بيتدرب قرر ان هو ما يتبعش الانستراكشنز او التعليمات بتاعت المدرب بتاعه وهو بيترين بيتدرب احمد قرر ما يتبعش الانستراكشنز او التعليمات بتاعت المدرب بتاعه ونتيجة لكده حصلت له injury حصلت له اصابة عشان هو ما كانش يتبع الانستراكشنز حصلت له اصابة وبدأ يبليد بليد يعني ينزف حصلت له injury اصابة فبدأ يبليد بدأ ينزف زميله تلموا حواليه وجابوا حاجة اسمها kit الكت معناها شنطة ادوات الكت هي شنطة الادوات لو شفت حد مثلا في طب اسنان هتلاقيه ماسك شنطة كده فيها الادوات بتاعته دي اسمها kit فدائما الشنطة اللي فيها ادوات اي نوع من الادوات دي بيكون اسمها kit فزميله جابوا الكت دي وطلعوا منها حاجة اسمها bandage bandage يعني ضماضة اللي هي اللاسقة الطبية bandage ضماضة حاجة شبه اللاسقة الطبية وحطوا البنديج او الضماضة دي على الانجري او على الاصابة كانوا فاكرين ان هم كده خلاص انقذوه لكن يتفاكئوا انه مش بيبريذ مش بيتنفس لما حطوا البنديج او الضماضة عليه والنزيف وقف افتكروا ان كل حاجة كده تمام لكن طلع ان احمد مش بيبريذ مش بيتنفس فقرر يعمله reaction reaction معناها رد فعل ياخدوا رد فعل لما لقوه مش بيبريذ او مش بيتنفس وحد منهم اقترح ان هم يعملوا حاجة اسمها cpr cpr هي اختصار لكلما اسمها cardiopulmonary resuscitation هتلاقيهم او الاختصار كده كبير في الكتاب cardiopulmonary resuscitation انعاش رئوي قلبي حاجة كده شبه التنفس الاصطناعي وده نوع من الفرست ايد او الاسعافات الاولية اسعافات الاولية اللي الخبراء بيستخدموها لما حد يكون مش قادر يتنفس التكنيك ده او الاسلوب ده بيتم بطريقة معينة هنقولها دلوقتي فاحنا عندنا اصحاب واقترحوا ان هم يعملوا cpr ده نوع من منواع الاسعافات الاولية اللي الخبراء بيستخدموه والتكنيك او الاسلوب ده بيتم عن طريق انك بتبريس 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 بتضغط على التشست او الصدر بتاع المريض تحط يدرك كده على صدر وتبقى تضغط press يضغط ويتشست يعني صدر ولكلمة دي اللي اسمها cpr بتاخد فعل اسمه do او perform cpr بتاخد فعل do او perform perform معناها يؤدي perform يؤدي وبتيجي مع كلمة cpr cpr اللي انعاش الرئوي القالبي بياخد معاه فعل perform اللي هو يؤدي فضلوا يريبيت او يكرروا الحركة دي كتير فضلوا يريبيت يعني يكرروا في الموضوع ده وحد بيتشك حد بيفحص اذا كان احمد بيبريس بيتنفس ولا لا فضلوا حد منهم بيتشك بيفحص اذا كان احمد بيتنفس ولا لا للاسف برضو ما كانش بيتنفس فزمايا لو مش عارفين يعملوا ايه لحد ما المدرب بتاعه وصل واتصل بحاجة اسمها emergency services emergency services خدمات الطوارئ فالمدرب بتاع احمد اتصل بخدمات الطوارئ لما خدمات الطوارئ دي جات بعته an ambulance خدمات الطوارئ بعته ambulance بعته سيارة اسعاف وسيارة الاسعاف allowed سمحت ان اثنين بس من اصحاب احمد هما اللي ممكن يروحوا معاه فعلا اللاو معناه يسمح المدرب اتصل بالemergency services خدمات الطوارئ اللي بعته ambulance سيارة اسعاف allowed او سمحت ان اثنين من اصحاب احمد يروحوا معاه هيروحوا معاه فين هيروحوا معاه حاجة اسمها heart center heart center مركز القلب heart center مركز القلب وهناك في المركز ده بدأوا يعملوا examination فحص لحمد examination يعني فحص بلا أو يعملوا examination او فحص لحمد عشان يشوفوا اذا كان مصاب باي infection عشان يشوفوا اذا كان مصاب باي عدوى infection يعني عدوى او يشوفوا اذا كان عنده disease disease يعني مرض يشوفوا اذا كان اخذ infection عدوى او مصاب باي disease يعني مرض المدرب بتاع احمد ساعتها كان حاسس بالزنب وحاسس ان دي responsibility بتاعته المسئولية بتاعته responsibility مسئولية المدرب حاسس ان دي المسئولية بتاعته لانه المفروض كان يكون مع احمد وهو بيتمرن وفاجأة قلب احمد بدأ يشتغل وبدأ يضخ الدم فعل pump بمعنى يضخ القلب اصلا وظلطه يضخ دم فقلب احمد بدأ يشتغل اسرع وبدأ يضخ الدم ودلوقتي احمد بقى awake awake يعني واعي او مستيقظ لما راح الheart center مركز القلب عملوه examination او فحص ويشوفو اذا كان فيه اي انفكشن عدوة او اي disease مرض المدرب كان حاسس بالresponsibility كان حاسس ان دي مسئوليته عشان هو ساب احمد يتمرن لوحده وبعد كده قلب احمد بدأ يشتغل اسرع ويضخ دم و احمد ساعتها فاء وبقى awake awake يعني واعي او مستيقظ لكن كل bone وكل muscle في جسمه كانوا بيوجعوا bone يعني عضمة عضماية اسمها bone muscle معناها عضلة كل bone وكل muscle يعني كل عضمة وكل عضلة في جسم احمد كانوا بيوجعوا الديكاترا قالوا ان احمد عنده بكتيريا كلمة بكتيريا معناها بكتيريا والكلمة دي يا شباب كلمة جامعة مش مفرط ولا غير معدود بكتيريا يعناها بكتيريا ودي كلمة جامعة البكتيريا دي هي اللي مسبق له مشكلة وعشان الموضوع دي يتحل محتاج يعمل operation operation معناها عملية جراحية ففي سبب البكتيريا احمد محتاج يعمل operation او عملية جراحية عشان يبقى كويس وفي الحال على طول يعني كل أصدقاء أحمد بقوا معاه وبقوا ينكرجهم بقوا يشجعوا في بكترية عند أحمد مسببها له مشكلة مخليها محتاج يعمل عملية جراحية فلما أصحابه يعرفوا الكلام ده في الحال على طول بدأوا ينكرج أحمد بدأوا يشجعوا أحمد ففعله معناه يشجع وبدأوا كمان يطمنون أنه يقدر يصيرفايف أو ينجو من الأعاملية الجراحية دي فعله بمعنى ينجو دخل ابن كاتل على أحمد وهم لفسير قفزات وعملوا تعاون ما بينهم علشان العملية الجراحية تنجح بعد من operation خلصت العملية الجراحية خلصت خرجت دكاترة وعلى وشهم science كده للإحباط علامات إحباط كيمة sign معناها علامة science يعني علامات علامات إحباط إيه اللي حصل بقى؟ الدكاترة قالوا إن العملية اللي عملوها نجحت والمشكلة الميجر المشكلة الرئيسية اتحلت المشكلة الميجر أو الرئيسية اتحلت لكن للأسف أحمد مش هيرجع normal تاني مش هيرجع طبيعي تاني بعد العملية أحمد مش هيرجع normal تاني أو طبيعي تاني والperformance أو الأداء بتاعه أكيد برضو مش هيكون زي الأول لأنه هو الرياضي لاعب رياضي في الأول فمش هيرجع normal مش هيرجع طبيعي فالperformance أو الأداء بتاعه مش هيرجع زي الأول تاني أحمد عانى من إصابة سفير إصابة شديدة أو خطيرة. كم يمكن يتجنبها ويستيي لو كان اتبع التعليمات بتاعت المدرد بتاعه. معناها يظل بصحة جيدة. ادي الكلمات بتاعت الدرس الاول والتاني هتلاقي ان القصة اللي قلناها دي فيها حوالي تسعين في المية من الكلمات. مش بس الكلمات المهمة لأ معظم الكلمات هتلاقيها موجودة. حاول تكرر الفيديو ده. هو مش طويل. اسمع القصة كزا مرة وابدأ احكيها مع نفسك وكررها. هتلاقي ان انت لما تيجي تحفظ الكلمات الموضوع بالنسبة لك هيكون اسهل مليون مرة. دي كلمات الدرس الاول والتاني. خد بريك. رجع في الكلمات دي براحتك. بعد كده تعال معي نكمل في نفس القصة دي مع احمد برضو. بس المرة ده هنستخدم الكلمات بتاعت الدرس التالت والرابع. الدرس التالت والرابع هنبقى ان نكمل في نفس القصة بتاعت احمد. اللي حصله وبعد الحوار بتاع المستشفى ده. احمد احنا كنا عارفين ان هو اوليمبيك تهمبيون. اوليمبيك تهمبيون يعني بطل اوليمبي. اوليمبيك معناها اوليمبي يعني حاجة تخص الشباب كده. والتامبين معناها بطل رياضي. فاز بجوائز او فاز بمنافسات رياضية. وفيه كلمة اسمها هيرو دي معناها بطل. بس دي عادة البطل بتاع الافلام. البطل اللي بيساعد الناس بينقذ الناس. ده اسمه هيرو. إنما البطل اللي بيفوز بمنافسة أو مسابقة رياضية ده اسمه champion أحمد لحد قبل العملية اللي عملها والمشاكل اللي حصلته دي كان Olympic champion كان بطل رياضي وبسبب الحادثة اللي حصلت له هو كان عايش قبلها حياة perfect حياة ممتازة قبل الحادثة أحمد كان عايش حياة perfect حياة ممتازة لكن وبسبب الحادثة اللي أصرت على كل organ وكل cell في جسم أحمد دلوقتي حياته اتغيرت organ معناها عضو في جسم الإنسان كل عضو فيك اسمه organ وكمة cell معناها خلية في كما اسمها member معناها عضو برضو بس دي بيكون معناها عضو في فريق عضو في جروب عضو في مجموعة ترى عضو في جروب على الفيسبوك هيكون اسمك member إنما عضو في جسم الإنسان اسمه organ الحادثة دي أصرت على كل organ وكل عند أحمد عشان كده حياته اتغيرت بسبب المستيك ده بسبب الخطأ ده إن هو اتدرب لوحده وتساط بسبب المستيك أو الخطأ ده حياته اعتبر اتدمرت وكان قاعد في البيت مش بيتمرد وطول الوقت ما قضيها فيديو جيمز طول الوقت وهو في البيت مقضيها فيديو جيمز العاب فيديو كان بيسبنت أو بيقضي وقته في الفيديو جيمز فعلا بمعنى يقضي وقت لها معنى تاني ينفق مال يصرف فلوس هنا هنستخدمها بمعنى يقضي وقت فكان بيقضي وقته في البيت على الفيديو جيمز او العاب الفيديو لحد ما في يوم يحصل يحصل موقف هيغير حياته يعني موقف في يوم احمد كان في الشارع ولكن فيه اب وام معهم ابنهم بس ابنهم ده عمال يكوف عمال يكوف عمال يكح ابنهم في الشارع معهم وعمال يكوف عمال يكوف لما رح لهم احمد عارف ان الولد ده عنده فيروس مصاب في اللونج الولد مصاب بي فيروس مصاب بي فيروس في اللونج في الرئة هو اللي مخليه عمال يكوف كده احمد قبل كده هو كان في مجال الرياضة وكده فكان واخد كورس اسعافات اولية كورس بالعربة معناها كورس او دورة تعليمية كانوا ياخد دورة تعليمية في في او الاسعافات الاولية فبدأ او بدأ يتصرف يعني كلمة معناها يتصرف هو يمكن مش بنسترمها بنفس السياق ده ان هو يلاقي مشكلة فيبدأ يبهيف يبدأ يتصرف لكن خلينا نسترمها كبير مراتي بمعنى يتصرف بدأ يبهيف بدأ يتصرف بس لسوق الحظ احمد حاول يبهيف حاول يتصرف لكن لسوق الحظ ما كانش قادر يوقف الكوف الكوف اللي هي نفسه فعلا معناها يذكر يفكر حد ده فكر احمد بنفسه احمد بنفسه لما تصاب وزميله واخدوه للمستشفى بس هم دلوقتي في الشارع وما فيش اي مستشفى قريبة فمشين فياخدوه للمستشفى فاحمد اقنع الوالدين دول اللي هما ييجوا معاه للبيت بتاعه لانه قريب فعلا يقنع فاحمد اقنع الوالدين دول ان هما ييجوا معاه بيته عشان هو اقرب من المستشفى وفعلا هناك قدر ان هو يقدم يقدم دعم للولد المريض لحد ما حالته بدأت بدأت تتحسن احمد اللي حدثت بعد الولد الصغير ده يعني فكرته بنفسه بدأ يقنع والديه ان هما ياخدوه عنده البيت وفعلا راحوا البيت واحمد بدأ يقدم يقدم دعم احسن للولد اللي صحته بدأت او حالته بدأت بدأت تتحسن وبدأ احمد بدأ يشرح بدأ او يشرح او السبب اللي علشانه الولد كان تعباني يعني سبب احمد بدأ او يشرح السبب اللي كان منخلي الولد تعباني وهو ان الجهاز المناعي كلمة مهمة خالص الجهاز المناعي بتاع الولد ده ما كانش قوي واقترح احمد ان الولد الصغير يمشي على يمشي على نظام غزائي النظام الغزائي ده كل المطلوب منه ان هو يبوست بتاع الولد يقوي يعزز الجهاز المناعي بتاع الولد ده فعل بمعنى يعزز او يقوي الجهاز المناعي وفعلا الولد مشي على على النظام الغزائي ده وبدأت صحته تجيت بيتر جيت بيتر معناها يتحسن بدأت صحته تجيت بيتر يعني بدأت صحته تتحسن وكل ده بفضل احمد بفضل احمد من الاول في المقام الاول كلمة معناها في المقام الاول اللي هي كلمة اصلا تعال اديك مسال على دي عشان اعرف تستخدمها. اقول لك مثلا. او. why didn't you ask me first? ليه ما سألتنش في الاول? I wouldn't say no in the first place. هنا اعتبر مسلا واحد سرق من صاحبه حاجة. فصاحبه بيقول له ليه ما سألتنيش ما طلقتش مني? في الاول. I wouldn't say no in the first place. يعني لم اكن لارفض في المقام الاول. في المقام الاول اللي احنا بالعربي او بالعامية كده اصلا اصلا انا ما كنتش هارفض. and the first place في المقام الاول يعني اصلا. لو ما اقول لك مسلا. I won't go to the party in the first place. معناها انا مش هروح للحفلة في المقام الاول. انا اصلا مش هروح الحفلة. and the first place معناها في المقام الاول اللي هي كمية اصلا. تعال نكمل. يقفل ده. يبقى الولد صحته بدأت تجد بيتر بدأت تتحسن. وكل ده بفضل احمد in the first place في المقام الاول. ودلوقتي الولد بقى يزور احمد at any time. بقى يزوره at any time يعني في اي وقت. at any time يعني في اي وقت علشان يطمن عليه. اللي تغير في حياة احمد هنا انه اكتشف ان فيه حاجات تانية كتير ممكن يعملها. يكون مفصول بيها. وفي نفس الوقت ممكن تنفع الناس. وكمان تنقص حياتهم. فقرر يبعد عن الرياضة ويبقى شخص ordinary. ordinary معناها عادي. قرر يبعد عن الرياضة ويبقى شخص ordinary يعني شخص عادي. وهيدي كورسز او دورات في الاسعافات الاولية. الناس كتير بدأت تجوين بدأت تنضم الكورسات دي. جوين معناها ينضم الى. فناس كتير بدأت تنضم الى الكورسات. بدأت تجوين الكورسات دي. عشان احمد اصلا كاللعب مشهور. والليبلز او المرسقات اللي هي الورق بتاع الدعاية ده. تسمحها مرسقات بتاعت الكورسات بتاعته بقت موجودة يعتبر في كل مكان. لانه كان بيعمل كان بيعمل اعلانات تجارية. كان بيعمل او اعلان تجاري للكورس بتاعه. اعلان ده اللي بنشوفه على النت اعلان تجاري اعلان لمنتج. في كلمة تانية اسمها دي ممكن بالعرب يتترجمها اعلان او تصريح. اعلان هنا بمعنى تصريح. تصريح حدا هيطلع يقول قرار هيعلن عن حاجة. بمعنى ان هو هيعمل تصريح. هيقول كلام. انما ده اعلان تجاري. اعلان لمنتج عشان انت عايز تبيع. وبكده لكن خلصنا حكاية احمد اللي جمعنا فيها نسبة كبيرة جدا من الكلمات اللي موجودة في الدرس اه او في الوحدة الاولى. الملف بتاعه الشرح ده. هتلاقيه موجودة على جروب التليجرام. ممكن تخش وتحمله في اي وقت. هتلاقي لينك بتاعه في وصف الفيديو. الاسبوع اللي جاي هنبدأ في نت اتنين قواعد برضو الكلمات. هتلاقي قيمة تشغيل كاملة فيها فيديوهات السنة اللي فاتت. وهتلاقي برضو قيمة تشغيل جديدة فيها كل الفيديوهات اللي هتنزل السنة دي. قواعد وكلمات. الفيديو بتاعكم بتاع تانية ينزل ان شاء الله كل اربع الساعة تمانية. اخترح عليها في الكومنتات اسماء لأبطال القصص اللي جاية. اعمل شديد الفيديو ده مع اصحابك ولو ما حيك تتأسس في الانجليزي ممكن تسمع الفيديو ده. شكرا لكم وشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.